إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك القرح اللي بتحصل في الفم ليها أسباب كتيرة يعني ممكن تكون عدوى بكتيرية أو نقص فيتامينات زي فيتامين به أو حمض الفوليك وممكن تكون حساسية من بعض أنواع الأكل وممكن تكون أحيانا بسبب التوتر النفسي بيعمل أحيانا قرح في الفم كل الحاجات دي ممكن تعمل التقرحات الصغيرة المؤلمة اللي كلنا عارفينها وغالبا بتروح لوحديها بعد أيام وبيكون علاجها بمجرد بس الاهتمام بنظافة الفم وغسيل الأسنان بالفرشة والمعجون وممكن الغرغرة والمضمضة ببعض المطهرات ومعاها الأكل المتوازن الأكل الغني بالبيتامينات خاصة بيتامين به المركب لكن قرح الفم تقلئك إمتى لو كان حجمها كبير أو طولت قوي يعني قعدت أكتر من أسبوعين أو كانت مصحوبة بسخونة أو ألم شديد يعوق الطعام لأن في أسباب مرضية ممكن تعمل تقرحات بالفم وبتحتاج علاج متخصص زي أمراض التهاب الأمعاء المناعي أو أمراض سوق الامتصاص أو أمراض الخلل المناعي في الظروف دي الطبيب المتخصص هو اللي هيقدر يساعدنا نعرف سبب الكرح دي إيه ونعليجها إزاي فاصل وهنعرف معلومة كمان مرضى ارتجاع المريء ممكن ارتجاع الحمض عندهم مش بس يأثر على المريء لا ده كمان ممكن الحمض ده يوصل للحنجرة والقصبة الهوائية والرقة ويهيج الأغشية المخاطية المبطنة للقصبة الهوائية وده بيتسبب في كحة مزمنة ممكن تظهر وتزيد قوي أثناء النوم بالليل أو بعد الأكل مباشرة لدرجة أن مرضى كتير جدا من مرضى ارتجاع المريء بيكشفوا عند أخصائي الصدر أخصائي الأمراض الصدرية علشان فاكرين أن عندهم مشكلة في الصدر أن عندهم مشكلة مرضية في الرقة لكن أخصائي الصدر لما يكشف عليهم ويعمل لهم فحصات بيلاقي عندهم كل حاجة سليمة وبيقدر يكتشف من خلال الاسترسال مع المريض وسؤاله عن أعراض أخرى غير الكحة هيلاقي أنه عنده أعراض ارتجاع المريء زي الحمودة وغيرها وساعتها هتتحسن الكحة تماما لما ياخد المريض ده علاجات ارتجاع المريء دمتم في صحة وسلامة كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الأب جيجي استشاري جهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد الرقم الضريب الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك إلى اللقاء